من البداية كما عودناكم مع أبرز العناوين الإخباري الصباحي تضاعف عدد المستوطنين في الضفات الغربية المحتلة أربع مرات منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 وبحسب أحدث المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية مؤخرا فإن عدد المستوطنين في الضفات الغربية بلغ بحلول نهاية العام الماضي أكثر من أربع مائة وثلاثة عشر ألف مستوطن بينما كان عددهم عشية التوقيع على اتفاقية أوسلو أكثر من مائة وأحد عشر ألف مستوطن هذا ويبلغ عدد المستوطنات في الضفات الغربية المحتلة مائة وثلاثين مستوطنة إضافة إلى أكثر من مائة بؤرة استطانية عشوائية وفقا لدائرة متابعة الاستطان التابعة لحركة سلام الآن طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مكتب المداعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي لوقف هدم تجمع السكني الخان الأحمر شرقية القدس المحتلة والتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي الناجمة عن المشروع الاستطاني كما وادعت إلى ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم قدمت الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع رئيس اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ورئيس هيئة الجدار والاستطان بلاغا عن الخطر الوشيك الذي يواجه سكان الخان الأحمر بعد تشريع المحكمة العليا الإسرائيلية ارتكاب جريمة ترحيل سكان الخان الأحمر وهدم مساكنهم من جانبه حذر البرلمان الأوروبي من عواقب هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس ودع البرلمان الأوروبي إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حال الدولتين وهدم المنشآت التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق المصنفاجين مطالبا إسرائيل بوقف سياسة التهجير القصري التي تمارسها بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة البرلمان الأوروبي حمل إسرائيل مسؤولية توفير مستلزمات التعليم والصحة للسكان الخاضعين تحت الاحتلال داعيا إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم ووقف سياسة هدم المنشآت الفلسطينية في الأراضي المحتلة في السياق ذاتها أعربت الخارجية البلجيكية عن قلقها بشأن تطورات في الخان الأحمر مطالبة السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن عملية الهدم والتهجير القصري للسكان وتدمير المنشآت التي شيدت بدعم من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بلجيكا هذا وعبرت الخارجية البلجيكية عن أنها ترى بأن الخان الأحمر تقع في منطقة استراتيجية لإقامة الدولة الفلسطينية كدولة قابلة للحياة في إشارة إلى مواصلة بروكسل لجهودها في الحفاظ على حل الدولتين كشفت مصادر أمريكية لموقع جلوبس العبري بأن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا للسلطة الوطنية الفلسطينية بمنحها خمسة مليارات دولار مقابل عودة السلطة لطولة المفاوضات مع إسرائيل ووفقا للمعلومات التي وصلت الموقع من المصادر الدبلوماسية الأمريكية فقد نجح المسؤولون المكلفين بمتبعة الملف الفلسطيني في البيت الأبيض بما في ذلك كوشنير وغرينبلات من إقناع ترامب بتقديم مثل هذا المبلغ للسلطة مقابل عودتها لطاولة المفاوضات ومع ذلك اعتبرت المصادر الإسرائيلية أو عبرت عن عدم تفاؤلها من نجاح المبادرة الأمريكية في عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يعارضها بشكل مطلق قدم قرابة المئة وستين عالما ومحاضرا وعاملا وطبيبا وممثلا عن هيئات ومؤسسات طبية مهمة وعاريقة من كافة أنحاء العالم قدموا رسالة تضامن ودعم لوكالة غوفي وتشغيل اللاجئين آنروا الرسالة جاءت على ضوء القرار الأمريكي بوقف مساعداتها وحذرت من تدعياتها كذا قرار على اللاجئين الفلسطينيين وأكدت الرسالة على أهمية الخدمات التي توفرها وأكلت الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئ فلسطين التي تشمل خدمات صحية وإسكانية وتربوية للاجئين الذين تم اختزال حقوقهم بعد حرمانهم من حق العودة إلى وطنهم رحب عضو لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني برفض فرنسا مشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناورات عسكرية لقوات حلف الناتو على أراضيها وقال مجدلاني هذا الجيش الإرهابي الذي يستعد اليوم لهدم منازل المواطنين وتهجير السكان من منطقة الخان الأحمر يجب أو تجب معاقبته وتقديمه للعضالة الدورية وليس تجيعه ودعمه عبر إشراكه بمناورات لحلف الناتو ودع مجدلاني دول الاتحاد الأوروبي خاصة وحلف الناتو إلى عدم السماح لجيش الاحتلال بالاشتراك بالمناورات على أراضيها معتبرا أن ذلك بمثابة تجيع وتدريب له لمواصلة عضوانه العسكري على شعب تحت الاحتلال ضد الأطفال والنساء والشيوخ أوضح قاضي محكمة الصلح في تلابيب أن زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو مشتبهة في السيطرة على موقع والا الإخباري بما في ذلك المضامين التي ينشرها كما تؤثر على تغطيته الإخبارية ذلك في إطار التحقيق بقاضية بيزيك والا والمعروفة إعلاميا بالملف أربعة آلاف وأكد القاضي بحسب التلفزيون الإسرائيلي أن التحقيق أثبت أن مالك شركة الاتصالات بيزيك شاء العفوان أولوفيتش وزوجته علما بأن صفقة الاندماج مع شركة ياس التي تبث بواسطة الأقمار الاصطناعية لن تتم دون المصادق الرسمية لنتنياهو أرجعت محكمة الصلح في بير السبع تأجيل دخول الشيخ صياح الطوري شيخ قرية العراقي بمسلوبة الاعتراف في منطقة النقاب جنوبية البلاد أرجعت موعد تنفيذ محكومية سجنه لمدة شهر وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قد فرضت السجن الفعلي لمدة عشرة أشهر إلى جانب غرامة مالية على الطوري بعد أن ردت المحكمة لاستئناف الذي قدمه محاميه أما الآن فيضم إلينا الشيخ صياح الطوري شيخ قرية العراقي بمسلوبة الاعتراف عبر الخط الهاتفي سعد صباحك شيخ صياح الطوري وفي البداية دعنا نبارك لك في المناسبة العائلية التي تحتفل هذه الأيام بها وهي الزفاف حفيدك سعد صباحك مرة أخرى صباح النور والسعادة لك لجميع المجتمعين إذن في البداية شيخ دعنا نتحدث عن قرار الاعتقال من قبل المؤسسة الإسرائيلية والله يا سيدي هذا قرار يعني بتكون سابق قضائية في هذه الدولة حسب ما يعرفه فالقانون رجال القانون ونحن نعرف أن هذا القرار ليس قانوني هذا قرار سياسي ولكن علينا نستمر بالغضاء حتى نوصل إلى النهاية ولا يريعنا هذه الأحكام الصارمة لأننا أحنا أصحاب حق بهذه البلاد وأصحاب حق على هذه الأرض يعني كما أيضا أجلت ربما المحكمة الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي أجل قرار بدء تنفيذ المحكمية بسجن لعشرة أشهر على أي خلفية جاء ذلك؟ على كل حال عادة بيطلبوا لوين يحولوني على أي سجن إلى المسعولين في السجون قبل أن أدخل السجن فهو المحامي شهد أبن بري حفظه الله قدم طلب للمحكمة أنه لا يعقل بهذا السن هذا الشيخ المحترم أنه يدخل بدون ما تصير له الجلسة لوين يحولوه لأي معتقل في الدولة فالمحكمة قبلت هذا الطلب وأرجى دخول السجن حتى يصير له جلسة وين يحولوني على أي سجن في هذا البلاد يعني وكأنه من خلال هذه القرارات الشيخ صياح السلطة الإسرائيلية تحاول كسر إرادة قرية العرقيب سكان العرقيب وإرادتك أنت الشخصية أيضا كيف ترد على ذلك؟ أنا أنا بقول وقلت أن صاحب الحق قوي ولا يضعف أذا هو مؤمن في قضيته ومؤمن في حقه أنا لا أضعف لأني صاحب حق وهذه الأرض هي أرض الأباء والأجداد منذ الأتراك 1905 يعني بأي حق أني أنا أكون ضعيف لماذا ما كان ضعيف في حقه فهو ضعيف إمام الله وإمام دينه نعم ونحن نشد بالفعل على أديك شيخ صياح يعني في النهاية لابد من توجيه الرسالة بالفعل لمجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل ولهيئاتنا والقيادة السياسية أيضا أنا بوجه رسالة طيبة لكل واحد عربي في هذا البلاد إن صاحب الحق قوي ولا أقوى منه إلا الله ولا يتراجع إمام حقه لأن هذه الأرض بخصوص الأرض هي هوية المجتمع العربي وهي أم المجتمع العربي وليس هذه الأرض أرض الشيخ صياح الطوري وعشيرة الطوري لا هذه أرض كل عربي صادق أمين مؤمن بحقنا كشعب فلسطيني في هذه البلاد ولا أنسى حتى الشعب اليهودي اليساري اللي وقف إمام الجرفات في هذه البلاد في قرية العرقيم ولم يزال يوقف أشكر الشعب اليساري اليهودي في هذه البلاد وأشكر كل واحد عند ضمير عربي أو غير عربي في هذه البلاد لأن سياسة هذه الحكومة سياسة تهجير وسلب حقوق المواطن العربي بأي طريق وبأي ضغوط سياسية أنا ليس رجل أخذع للضغوط وعهد القيادات العربية وما قبل القيادات العربية عهدت الله إنهم لو هدموا قرية العرقيم تسعة وتسعين حبنيها للمية والحمد لله مئة وثلاثة وثلاثين مرة أن بنات العرقيم ولم يزال مستمرين بالصمود ولو نمنى تحت الأسجار وحنا الحين في الوقت الحاضر يعني في الوقت المتقدم في دولة تدعي بالدموقراطية نحن نحيا ولكن نلجى في النوم مع الأموات مع الأموات مع المقبرة التي في أرض عشيرة الطوري وهم أموات عيلة الطوري الشكر موصول لك الشيخ صياح الطوري شيخ العرقي بمسلوبة الاعتراف في منطقة النقب على تمثيل قضيتنا قضية الأرض والمسكن قضية التهجير ربما لشعبنا من قبل المؤسسة الإسرائيلية على أفضل وجه نحن نضم صوتنا لصوتك بالفعل كمجتمع وكشعب أيضا وكمؤسسات إعلامية أيضا وواجهة لهذا المجتمع من السياسة إذن مشاهدين ومتابعين ننتقل إلى أخبارنا المتفرقة حيث قدرت مؤسسة أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية في تقرير حول توقعاتها لانتشار مرض السرطان هذا العام قدرت أن تزداد حالات مرض السرطان بنحو 18 مليون حالة جديدة على مستوى العالم وأكثر من 9 مليون وفا جراء المرض تعتبر هذه الأرقام التي نشرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أعلى قليلا من تلك التي وردت في آخر تحديث عالمي عام 2012 قال الخبراء أن الزيادة يمكن أن تعود جزئيا إلى النمو السكاني والشيخوخة ولكن يمكن الأفراد أن يفعلوا المزيد للحد من فرص الإصابة بالمرض أجد بحثون في دراسة حديثة أن الكلوتين وهو مركب بروتيني يشكل 80% من بذرة القمح يمكن أن يجعل الناس مكتئبين أو متعبين وفق ما نقلت صحيفة ديليميل البريطانية اكتشف العلماء أن الكلوتين ينتج مشاكل الصحة العقلية والذهنية لدى بعض الناس بعد تناولهم أطعم مثل الخبز أو الماكرونة وغالبا ما يسبب الكلوتين بعض الاضطرابات الهضمية عند الناس كما أنه يساهم في زيادة الوزن لذلك ينصح الأطباء بالابتعاد عنه أخيرا إلى عالم التقنيات حيث وجهت شركة هواوي تغريدات ساخيرة إلى الشركة أبل التي أطلقت ثلاثة هواتف ذكية اعتبرت عادية ومشابهة لما يوجد حاليا في الأسواق كما وعدت الشركة الصينية هواوي بتوجيه صفعة تكنولوجية لمنافستها الأمريكية في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل وفور انتهاء مؤتمر أبل نشرت هواوي على حسابها الرسمي في تويتر أول تغريدة قالت فيها إن بعض شركة الهواتف تتمسك كل سنة بنفس الألوان مضيفة أنها تتطلع إلى أكثر من ذلك من خلال الاعتماد على اللون الأبيض الفاتح بعدها بدقائق نشرت هواوي تغريدة ثانية جاء فيها أن منافستها أبل لم تكن في مستوى تطلعات حيث فشلت امتحان إطلاق هواتف بميزات جديدة وغير مسبوقة وهو الأمر الذي سبق وأكدته مجموعة من التقارير الإعلامية وبهذا الخبر من عالم تكنولوجيا وتقنيات تنتهي فقرتنا الإخبارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر